اول سؤال فسر عناصر السلسلة الانتقالية الاولى لها نشاط حفزي طيب مع بعض بقى كيف السؤال ده رابط معك ما بين الباب الثالث وما بين الباب الاول بمعنى ان العمل الحفاظ بتاعك دوره ويه بيعمل ايه بالزبط وبيشتغل ازاي ده موجود في الباب الثالث طيب الباب الاول ان معظم العناصر الانتقالية ومركباتها تستخدم كعوامل حفازة يبقى احنا دلوقتي عشان نجاوب ده تعال مع بعض هنرجع بصرع العامل الحفاظ من الباب الثالث وهنفهم دور الالكترونيات الحرة في العناصر الانتقالية في موضوع العامل الحفاظ مبدئيا لو هنتكلم عن العامل الحفاظ ايه تعرفوا كنت بتقول لي مادة تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي دون ان تتغير او تغير من نواتج التفاعل طب العامل الحفاظ ده مادة بتزيد او بتقلل في عندك عامل الحفاظ ايجابي او الحفاظ سلبي من سرعة التفاعل الكيميائي نمسك في دي لما تفهم يعني ايه تفاعل كيميائي صح تقدر وانت مغمط تقدر تقول لي السرعة زادت ولا قلت لا تفاعل الكيميائي زي ما اخدته كده في صف الاول السنوي او حتى في اعدادي بيقول اتش تو مثلا زايد سيل تو ادك اتنين اتش سيل اتش تو معناها اتش مع اتش سيل تو سيل مع سيل اتنين اتش سيل اجل اتش مسكة في السيل وهنقول لك الاتنين دي جات ازاي اللي قبل السهم دول اسمهم متفاعلات اللي بعد السهم اسمهم نواتج لو انت كده قرنت من شكل المتفاعلات هتلاقي هنا الاتش مسكة في الاتش السيل في السيل هنا الاتش مع السيل معنى كده ان الاتش دي اتقصرت الرابطة اللي بينها وما بين الاتش واتقصرت الرابطة ما بين السيل والسيل فاصبحت كل اتش حرة وكل سيل حر بالشكل ده بس هنا سؤال انت قصرت الربطة دي ازاي تعال نشوفها كده مع بعض اتش و اتش اهي اهي زره اتش مرتبطة بزره اتش الربطة دي عاملة زي الحبل يعني ايه حبل ممدود بيننا وبن بعضين جي واحد كده بولاعة وراح مسخن يبقى انت سخنت الحتة دي هيحصل ايه للحبل هتقولي الحبل هيمتص الطاقة الحرارية بتاعة الشمعة دي مثلا وهيتقطع هيتقطع يعني هينكسر بس نقف هنا عند حاجة انت هنا كسرت الربطة وانت سخنت اثناء التسخين انت بتنشط الزرات دي يبقى كسرتها ونشطت دي فتسمى هذه باسم طاقة التنشيد طب انت نشطها حركتها هتزيد طب لما حركتها هتزيد انا هستفد ايه هنعرف بقى دلوقتي يبقى انت دلوقتي فهمت ان ديكسرت بقيت كل واحدة الوحدة عن طريق طاقة سمناها طاقة التنشيد كسرت الروابط ونشطت الزرات للحركة طيب هنا هتعمل ايه نفس الحكاية برضو طاقة التنشيد هيحصل ايه كده يا مستر دلوقتي الاتنين اتكسروا بقى كل واحد حر هيتكون رابطة جديدة بين دي وبين دي وربطة جديدة بين دي وبين دي بقيت HCL و HCL يعني اتنين HCL فعشان كده في المعادلة تحطي لك اتنين هنا طيب ازاي تكونت الرابط الحبل ده تكون ازاي عشان تتقارب الزرات وتكون روابط لابد لها من حدوث حاجة اسمها تصادم يبقى عشان تكون نواتج اه لابد من حدوث تصادم تصادم بين مين؟ بين الزرات وده اللي كان بيرسمه لك في عدادي بالمنظر ده كده يقول لك ايه؟ خلي بالك انا ال H عملت رابطة مع السL في الحتة دي كده لازم السL تقرب من ال H يبقى يحدث بينه ايه؟ تصادم يبقى النواةج تظهر امتى؟ عندما تتصادم الزرات الخاصة بالمتفاعلات طيب الحاجة الاهم التصادم ده حصل بسرعة النواةج تظهر بسرعة طيب التصادم ده يحصل امتى؟ لو حركة دي زيادة متنشطة يعني انت لو عندك اناق مغلق وهنا في H وهنا CL وهنا CL وقلت لك سيبهم يتحرك وكل واحد اتحرك براحته النواة لو سخنت هتفاجئ ان انت نشطت كلهم اثناء الحركة فرص التصادم ما بينهم هتزيد وبالتالي تظهر لك النواةج فهمتني؟ طيب يا مستر دلوقتي وانا باقصر هنا احتاجت مثلا 200 جول وانا باقصر السL احتاجت 300 جول يبقى انا احتاجت قد ايه؟ عشان اقصر الروابط دي وعشان في نفس الوقت النشط الزرات دي تتصادم هتقول لي التوتل بتاعي 500 جول ودي اللي بيطلق عليها طاقة التنشيط كسرت بعد ما كسرت بدأت تديها طاقة تتحرك تتصادم تديك نواتك ده اول جزء طب يا مستر دلوقتي انت هفهمنا ان النواتك هتظهر نتيجة حدوث التصادمات تصادم سريع يبقى لازم له حركة سريعة يعني يتنشط بسرعة يبقى بيتحرك بسرعة يتصادم بسرعة واضح؟ ده من هنا جات كلمة تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي طب هو العمل الحفاظ يعمل ايه عشان يزود التصادمات تعال بقى نفهمك دور العمل الحفاظ ده بالزبط كده زماني كانوا بيسموه عمل زي الخطبة اللي بتشوفها في الافلام واللي بتسمع عنها في الحكايات ايه حكاية الخطبة دي؟ الخطبة همعروف نهاية بيقول لك بتوفق رصين في الحلال يعني بيجيب لك العريس من حتة والعروسة من حتة ويه بتحاول ان هي توفق ما بينهم دورها ايه تعال هيرسمها لك بالزبط عشان تفهمها وفي نفس الوقت هوريك العمل الحفاظ هيعمل ايه ادي مثلا الخطبة بتاعتك عندك العريس من هنا مثلا منين؟ هتقول لي من اسوان والعروسة منين؟ هتقول لي من اسكندرية فرص التقابل ما بينهم بعيدة اوي طيب بيحصل ايه؟ الخطبة تعرف العريس تجيبولك من اسوان تعادوا عندها هنا وتجيب العروسة كده زودت من فرص الالتقاء ما بينهم عملوا ايه؟ التقوا مع بعض حصل توافق سابوا الخطبة ومشوا الخطبة هنا كان دورها ايه؟ هتقول لي ان هي زودت من فرص التلاقي ما بينهم عن طريق ان هي قربتهم في مكان يحدث فيه ده؟ نفسي الكلام ده بالضبط العمل الحفاز ادي عمل الحفاز العمل الحفاز في العمصر الامتقالية مش شرط وانيني بقولها يحتوي على الكترونات مفردة مش شرط ولكن احنا هنقول ان هو يحتوي على الكترونات مفردة في الحالات بتاعتنا ادي الكترونات مفردة طيب انت درست كويس قوي ان اي الكترون ده شحنة حوالي مجال والمجال ليه قوة يبقى كل الكترون من دول ليه مجال وقوة اللي هيتم اصبح على سطح العمل الحفاز دلوقتي منطقة مجالات الكترونية منطقة كهرومان ادي الاتش مرتبطة بالاتش ودي السي ال مرتبطة بالسي ال بالزبط زي الشكل اللي قدامك اللي فوق اول حاجة هيعمل العمل الحفاز بيجذب الزرات نحيته تعليه اتش اقف هنا تيجي الاتش نقف هنا الاتش انجزبت نحيته لانها قريباً للمجالات اصبحت الرابطة ما بينهما بين الاتش اختها تولد يعني دي لو كانت بتكسر بميت جول دي هتكسر بكام هتقول لي لا الحاجة لما بتطول قوتها بتقل يعني هيضعف يعني دي هتكسر معايا هنقول مثلاً بخمسين جول طب تعاليا سي ال تيجي السي ال بالشكل ده اتش مع سي ال كده فرص التصادم ما بينهم زادت هيحصل ايه الرابطة ما بينها وما بينها ملحة تولد ملحة ضعفت وما دام ضعفت خلصانة يبقى هتكسر لو كانت بكام لو كانت بتلتمية هتبقى بمية وخمسين او بمية مثلاً طب انا لسه اقيل لك من شوية ان المية دي والمية دي المجموع بتاعها بنسميه باسم طاقة التنشيط طب في حالة العمل الحفاز بتاعتك سوري هنا المية دي والتلتمية اللي هنا يعني مجموعك ربعمية من غير عمل حفاز لما استعملت عمل حفاز الطاقة بقت هنا خمسين وبقت هنا مية يعني نزلت لمية وخمسين يبقى اول دور للعامل الحفاز قدام عنيك ظهر ان طاقة التنشيط بتاعتك بتقل يبقى يقلل من طاقة التنشيط ادي واحد اتنين طول الربط ضعفها زود فرص التصادم كل ده تحت اسم دور العامل الحفاز عمتا عمتا يبقى لما جاكتب دلوقتي دور العامل الحفاز خلي بالك دوره ايه انت فهمت هو بيعمل يدلوقتي يقال انطاقة التنشيط يزود فرص التصادم يطلع لي نواتك سريعة طلعت ان نواتك سريعة يبقى انت فعل بتاعك يظهر بسرعة طب العامل الحفاز عامل ايه دلوقتي رقم واحد بدل ما بتقصر بخمسمية نزلها لك لمتين اذا انا مش اسخم كتير هاخد وقت قليل الحاجة الاهم انه بعد ما عمل ده عمله ازاي انه هو زود لك طول الربط ضعفه طول الربطة اصبحت تحتاج طوق التنشيط اقل قرب الزرات تحركوا تفاعلات على سطحه عن طريق الجذب وبالتالي حصل بينهم فرص للتصادم لما تصادموا مع بعض كاولك المركب بتاعك بسرعة تهمت دور العامل الحفاز لما جاء اسألك وقولك دلوقتي ايه هو دور العامل الحفاز في التفاعلات الكيميائية وده سؤال وارد في انتحانات كتير هتقول لي بيعمل واحد اتنين تلاتة زابة شرحت لك بالزبط طيب بالنسبة بقى للعناصر الانتكالية اللي هو سؤالنا الاساسي شميعنا العناصر الانتكالية لان العناصر الانتكالية عندك الالكترونيات الموجودة في الاس والموجودة في الدي اللي هي بنسميها وغلاف التجافؤ بتاعك ملح بتقوم بالدور اللي لو ورته لك ده باشتراك الكترونيات الفور اس والسري دي في ايه في عمل مجالات تقوم بجزء زرات المدافع الالي على سطحه مما يضع في الروابط وبعد ما يضع في الروابط يقلق بانطاقة التنشيط فتحدث تصادمات سريعة وفي نفس الوقت يظهر لك النوااتك بتاعتك بسرعة طيب العامل الحفاز بالمرة ما ده موصلنا له شادي بخلصنا منه ما لقابلوش في اي سؤال بعد كده مش هقف عنده ايه ليه اشكال بمعنى لو انك هتقلق تفاعل زي ده وقتلك هنا ايه طاقة التنشيط وهنا مصار التفاعل النزام قلتلك يا مستر بدأت التفاعل من هنا من الار الار اللي هي الرياكتنس اللي هي النواة المتفاعلات ثم الشكل ده شفناه كتير قوي هنا البي طيب الار والبي دي رياكتنس دي برودكت متفاعلات نواتج اي دي يقول لك يا دي طاقة التنشيط المقدار اللي هنا كبير يكتب لك طاقة التنشيط مثلا كم؟ ميتين بس محدش قال لك الحتة دي من الموحنى بتمثل اي خلي بالك وما تيجي تستقطع التنشيط ايس هزاي عشان في مسائل زي دي موجودة في النمازج كويس دي المواد اللي بدأت بها التفاعل طيب دي المواد اللي انتهت بها التفاعل ايه دي؟ دي بنسميها مركبات وسطية يعني ايه مركب وسطي؟ تعال فاهمها لك بص احسن حاجة دا ما تيجي تفهم تبسط الدنيا شغل الدماغ شوية انا لما اكلمك وقول لك ايه؟ انا لما اكلمك وقول لك ايه؟ انا لما اكلمك يعني ايه مركب وسطي في الكبير بتاع البساطة هقول لك تعال لك هنعمل سنية كيك كده مع بعض هتعمل ايه؟ هتقول للمقادير هتقول لبيد ودقيق ولبن وهكذا دي اللي هتبدأ بيها دي اللي هابدأ بيها يبقى دي المتفاعلات بتاعتي يبقى كلمة متفاعلات نقصود بيها المواد التي تبدأ بيها اي تفاعل كيميائي طيب جبتوه حطيتهم في الصنعية ماشي حطيتهم في الفرن وما ولعتش الفرن معنى لك ما تولعش الفرن الصنعية دي هتستوي؟ هتقول لي لا يبقى وجود حرارة هنا اسمه شرط التفاعل شرط التفاعل بتاعك يبقى فيه وجود حرارة سكنت ماشي ولعت الفورد بيها وقت هتقول لي مثلا احتاج من 35 إلى 40 دقيقة عشان تستوي يميل جدا انا فتحت عند 15 عند 20 في نص الوقت كده راح تفاتح هل هتبقى المنتج النهائي بتاعت هتقول لي لا طب هي البدايات اللي انت حطيتها في الاول هتقول لي لا شكلها تغير لا هي منتج نهائي ولا هي البداية اللي انت حطيتها ده اللي بنسميه عندنا في الكاميلا المركب الوسطي وبنسميه كده مركب غير سابت مش هيوقف التفاعل عنده يعني ايه يعني هو في مرحلة وسطية ما بين المتفاعلات والنواتج التفاعل ما بيقفش عليه تقاس طاقة التنشيط منين من المتفاعلات للنواتج سوري من المتفاعلات للمركب الوسطي يعني انا لو بصيت هنا عدتها مع بعض قلتلك تعالي لي طاقة التنشيط هنا تقسى منين هتقول لي يا مستر هلاخد خط كده وخط كده واقولي ان المسافة دي هي طاقة التنشيط ايا كان الرقم هنا كان بقى طيب انت استعملت عامل حفاز هيحصل ايه انت خدت من دور العامل الحفاز دلوقتي انه هو بيقلل من طاقة التنشيط شكرا يا مستر هبدأ بالمتفاعلات وهنزل بالشكل اللي ده معيني ده لو قصت المسافة دي هي دي طاقة التنشيط في وجود عامل حفاز طب هنا فعدم موجود عامل حفاز فهمت قصة التنشيط ده الجزء الاول بتاع العامل حفاز لما تربط تمام العامل الحفاز في الفصل التالت هنقدر نقول التالي ان العامل الحفاز بتاعك لا يؤثر على الاتزال الكيميائي علل ماهنا فهمنا اتزال الكيميائي يعني تفاعل طردي تفاعل عكسي طب هو بيزود سرعة ان يتفاعل بيزود الاتنين في نفس الوقت بنفسك كيفية فلا يؤثر على الاتزال عشان لو جالك في فسر او علل ليه لا يؤثر على الاتزال العامل الحفاز نخش على السؤال الوراء السؤال الوراء بيقول وضح من المعادلات كيف تحصل على اكسيد حديد ثلاثة من اكسيالات الحديد طيب والتانية هيدروكسيد حديد ثلاثة من الحديد المعادلات بتاع الحديد انا جابها لك ان شاء الله بحالة بكرة كاملة بالتفصيل ممل معادلة معادلة بس هناخد بس السؤال التاني اهم اللي هو رقم به ليه فيه فكرة السؤال بيقول انت عايز ايه هيدروكسيد الحديد كام تلاتة من اين من الحديد انك تفكر ازاي ده الاهم هيدروكسيد الحديد تلاتة ده ده عندك في الحديد في تسخين مركبات الحديد اما تيجي تسخانها طيب بالوقت ده بيقول لها عايز احصل عليه فربط لك الباب الاول بالباب التاني هنا ازاي من الحديد ده في الباب الاول هيدروكسيد الحديد تلاتة ده موجود في الباب التاني في قسم التحليل الكيميائي اللي هو رمزه F-E-H تلاتة ولونه بني محمر يبقى انت لما تيجي تتكلم بها دلوقت يقول لي ايه انا عايز احصل على ده دوت موجود فين يا مستر ده ده احنا اخدناه في الكشف عن كاتيون الحديد تلاتة لما قلنا ان انا جابت F-E-C-L-S-R مثلا مع NH4OH هيدروكسيد الامونيوم وتكونني NH4CL بالاضافة لهيدروكسيد الحديد تلاتة المعادلة انت خدتها فين هتقول ليه في الباب التاني وللوزن احنا قلنا ان انا هندرب هنا في تلاتة وهنا في تلاتة طب دلوقتي ده اللي انا عايز احصل عليه خلاص يبقى انت لازم تحصل على كلوريد الحديد تلاتة طب كلوريد الحديد تلاتة احصل عليه من الحديد ازاي نقف هنا بقى بص بالنسبة لنا املاح الحديد اتنين بالزات باع الاحماد المخفافة اتخلي بالك حديد اتنين بمعنى ايه ناس يقول لك خلاص افاعله مع اله سي ال اله سي ال بتاعك لا تفاعل الحديد مع الاحماد ينتج المخفافة املاح الحديد اتنين فقط ليه السؤال ده هيجي لك علل علل تنتج املاح الحديد اتنين عند تفاعل الحديد مع الاحماد المخفافة هتقول لي بسبب تصعد غاز الهيدروجين الذي يعتبر عامل مختزل يمنع تأكسد الحديد اتنين الحديد تلاتة واضح طيب نكمل بعد الفاصل اهلا بكم مرة تانية طبعا احنا وقفنا قبل الفاصل عند ان ازاي ان الحديد 3 او هيدروكسيد الحديد 3 اه مركب من الباب التاني داخل معك من الحديد من المركب المركب الاول او عنصر من الباب الاول ازاي تحصل عليه هنا بالنتج تعلم ربط المعادلات مثل احنا وصلنا مع بعض ان عشان تحصل على المركب ده انت محتاج لكلوريدي الحديد 3 عشان تفاعله مع هيدروكسيد الأمونيوم في كاشف عن الكاتيون ويطلع لك ده بلون البني المحمر وقفنا عندي دي حد من الناس بيقول لي إيه لو الـ FE ده عملته مع الـ HCL هخلاص هيكون FE CLS-R هنقول لك غلط ليه وجود الهيدروجين هنا في الناتج بيمنع تأكسود الحديد 2 إلى حديد 3 وده بيجي لك في سؤال كمان فبالتالي ما هوقول لك إيه عايز ده هتقول لي على طول مع الفلز النفس هيبه FE مع مين هتقول لي مع CL2 هيكون FE CLS-R حتة وزن بسيطة داخل بـ 2 خارج بـ 3 اعكس هنا 3 هنا 2 هتحط هنا 2 كده بدأت بالحديد حصلت على كلوريدي الحديد 3 كلوريدي الحديد 3 مع هيدروكسيد الأمونيوم حضرتك وصلت لهيدروكسيد الحديد 3 اللي هو طلب طيب ده كان بالنسبة لأول سؤالين عندنا احنا بدئين يا جماعة بنحل معاك امتحان 20-20 اللي اجيه وفي نفس الوقت برجع للملهج معاك كل الجزئية هنقف عندها جدت الامتحان بنشوفها في منهجك هي ماشية ازاي عشان الناس تبقى فاهمة احنا ماشيين ازاي النهاردة خلاص نشوف السؤال الوراء بيقول ايه السؤال بيقول اختار المركب زد انسي اللي تو ضايا مغناطيسي وغير ملون ضايا مغناطيسي وملون برا مغناطيسي وغير ملون برا مغناطيسي وملون تعالى مع بعض نتكلم عن الحتة دي بقى انت كده هتكلم في ايه؟ هتكلم في خاصية مغناطيسية اساس الخاصة المغناطيسية بتاعتك عشان تعرف تعملها صح ان حضرتك بتعرف توزع صح وبترسم قعدة هوند صح وعارف عدد اكسادة بتحسب ازاي صح يبقى انا عشان اراجح حتة زي دي في المنهج يبقى انا هراجح معك دلوقتي بسرعة توزيع الكتروني بسلسلة السلسلة اللي تقول لها الاولى ثم هنخش مع بعض ازاي تحسب عدد اكسادة ثم تربط ده بالعزم المغناطيسي وبالخاصية الالوان بسرعة كده السلسلة لو تفتكرها كانت اسكوتي فكري مين فيكو نيكل ولا نحاس ولا زينج عشان تحفظها منطقة البساطة سكوتي فكري مين فيكو نيكل نحاس زينج دي بدايتك واحد وعشرين نهايتك تلاتين هتجيب الارقام كلها واحد وعشرين دين وعشرين وهكذا خمسة وعشرين هنا ستة وعشرين هنا سبعة وعشرين هنا تمانية وعشرين هنا تسعة وعشرين وعند الكروم بتعمل علامة وعند النحاس بتعمل علامة دول ملهم مميزين جدا في التوزيع طيب هتوزع ده طريقة الغازات الخاملة هتقول لأرجون تمانتاشر فور اسي تو سري دي وان ده مين؟ ده الاسكانديو اللي وراه هيبقى أرجون تمنتاشر فور اسي تو سري دي تو ونقف هنا شوية ده هنقفش بالتتابع طيب ايه دي؟ هتقولي ده الالكترون الالكترون ده نظامه ايه؟ الالكترون ده برا عن جسم عليه شحنة سليبة الشحنة حواليها ما يسمى بالمجال واي مجال له قوة تفقنا؟ تتوقف على اتجاه دوران الالكترون حول نفسه لو مع عقارب الساعة لها اتجاه لو عكس عقارب الساعة لها اتجاه حاجات سنة تانية اللي هي موجب نص وسلم نص هنقول مثلا ده كده في اتجاه هتقول لي لو هو بلفه مع عقارب الساعة قوة وهيه طب لو فيه الالكترون تاني جنبيه مجال وله قوة هيحصل ايه؟ لو لفه في الاتجاه العكسي هيولي القوة في الاتجاه العكسي قوتين متساويتين مقدارا متضادتين اتجاه يلغي كل منهما الاخر اذا اذا وجد الالكترونين مع بعض في نفس الاربتال يلغي كل منهما الاخر في قوة المجال ولذلك لا يحدث بينهم تنافر وتقل قوة التنافر الاقصى ما يمكن ولكن بيتلغي القوة بتاعت كل مجال في يوم نهائي قوة الجذب او التنافر مع المجالات الخارجية بمعنى ده الواحده اه يبقى يا مستر اهو وحواليه مجال وله قوة لو انت حطيته داخل مجال مغناطيسي شمالي وجنوبي هينجزب للمغناطيس انجزب للمغناطيس يسمى باسم بارة مغناطيسية واضح؟ طب يا مستر افرد كان فيه الالكترون معاه هتقول استان كانت لسه ايه اللي هنا لو وجد ملغي مش هنجزب للمغناطيس والمغناطيس يترده برا تماما ويقلك عليه ساعتها الضاية مغناطيسية يبقى اساس للجذب للمغناطيس بتاعك وجود الكترونات مفردة في الدي خلي بالك شغلنا هيبقى على الدي انتفقنا؟ طب بالله افرد كان فيها الاس واحد لا مش بتاعتك مش هندور عليها في المنهج بتاعنا ده وبالتالي شغلك على الدي فقط خلاص؟ خلاص يا مستر بمعيني ده دي واحد طب انت تجيبها منطقة البساطة دي واحد وعشرين اس اتنين ادي واحد اتنين وعشرين يبقى اس اتنين ادي اتنين تلاتة وعشرين اس اتنين دي تلاتة اربعة وعشرين وقف هنا في عندك ايه اوعى تنسى شزوز الكروم وشزوز النحاس في التوزيع الالكتروني ليش هزين؟ تعال نعرفها عن المياه فور اسي تو سري دي فور فور اسي تو سري دي ناين حطها قعدة في المالك ايه هي؟ اذا وجدت دي فيها اربعة او فيها تسعة في اي عنصر مش لازم لتنين دول بس فانت بتحول تلقائي واحد من هنا يجي هنا يصبح التركيب فور اس وان سري دي فايف هنا هيبقى فور اس وان سري دي تن هنا نصف امتلاء هنا كامل امتلاء اقصر استقرار تمام؟ فبالتالي لما تيجي تتعامل مع الجزئية دي لو انت بتتكلم على عناصر يبقى تخلي بالك التوزيع الالكتروني بتاعك الاساس والالكترونيات المفردة هي الفيصل في معرفة المادة البارة من المادة الضاية طب لو انا وصلت ال 25 هنا اديها تبقى فيها 5 يبقى دي اقصى حاجة لك في العزم المغناطيسي بتاعك 5 ليه؟ 5 الكترونيات مفردة ده عزمه كام 1 ده عزمه كام 2 يبقى يقاس العزم المغناطيسي بايه؟ هتقول لي بعدد الالكترونيات المفردة طب واحد اتنين تلاتة الكروم كام يا مصر الكروم اس على دي مش على الاس والدي على دي فقط هبنشتغل هتقول لي كام؟ 5 رغم ان المراجعة العلمية غير كده بس احنا هنشتغل على كتاب المدرسة الاس هنا ملهاش دعوة هشتغل على الدي 5 يبقى هنا المنجانيس 5 يبقى يتساوي العزم المغناطيسي للكروم والمنجانيس كل منهما 5 الالكترونيات المفردة ايه وعا تنسى دي طب الحديد 6 هتقول لي لا مدام الحديد 6 لما جرسمت دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هنا فيه ازدواجة باستردول هيلغوا بعد زي ما علمتنا في جزئية دي عدد الالكترونيات المفردة بتاعتك هنا اربعة طب هنا هيبقى كام؟ هتقول لي 3 هنا اتنين هنا سفر ليه ادي عشرة تنساش طب هنا سفر ليه هيبقى فرق S2 سري دي تن يبقى عنصرين لهم نفس العزم زيرو وهما الزنك والنحاس عنصرين لهم اكبر عزم هما الكوروم والمانجانيز كعناصر تمام؟ ده بالنسبة لو كان العنصر بتاعك انت فيشتغل بارة وضائعة على عناصر طب انا مش هشتغل على عناصر انا هشتغل على مركبات مركب يبقى انت مغمد لازم تراجع عدد اجسادة كويس عشان تعرف تحكم على المركب بتاعك ده بارة ولا ضاية ولا لا جبها ازاي؟ تعال بسرعة السوابت بتاعتك اللي هتستعملها دائما وابدا الO بسالب اتنين SL بسالب واحد الK بموجب واحد دي ارقام ستة بتعوض بيها الH بموجب واحد الOH بسالب واحد الSO4 بسالب اتنين الSO3 بسالب اتنين طب دول كده ايه؟ دول تقدر تعاوض بينهم في اعداد الاكسادة يعني ايه بقى نحسب عدد اكسادة؟ مثلا اجا قولك ايه F E O احسب لي عدد اكسادة الحديد سواني اه في طلبة اتقولك يعني عدد اكسادة الحديد اشترك مع الاكسوجين واحد هيفقد والتاني هيكتسب مين فقد؟ مين اكتسب؟ ده اللي انت بتحدده في عدد الاكسادة اللي على الشمال دائما موجب يبقى هو اللي بيفقد ده الكاتيون اللي علي مين دائما سالب ده اللي بيكتسب ده الانيون اكتسب كام وفقد كام؟ هو ده دورك في تحديده وهو ده اسمه عدد الاكسادة عدد يمثل الشحنة ويمثل العدد في نفس الوقت الشحنة لو مجابة معناها العنصر بتاعك فقط الشحنة لو سالبة معناها اكتسب طب تعال نتعاني اول شيء هتفصل للمركب في هنا ارقام هتقول لي ما فيش ارقام مدان ما فيش ارقام هنا فوق يبقى مجموعة الشحنات بتاعتي بيساوي سفر مين سبت معك انا من دهولك؟ هتقول لي ال O بكاب هتقول لي بسالب اتنين يبقى ال F E سالب اتنين بسفر بقى ال F E سالب اتنين بساوي زير وديها الناحة تانية بقى ال F E بموجب اتنين ده عدد اكساد الحديد ونسميه حديد اتنين الاهم بقى ماذا تعني موجب اتنين؟ مستر موجب معناها فقد اتنين يعني اتنين الكترون تم فقدهم من المستوى عند الحديد بس نوقف فقدهم منين؟ نرجع بقى للحديد نقول ايه؟ الحديد كام؟ 26 ارجون 18 4 S 2 3 D 6 هفكت اتنين فطالب يقول لي خلاص يبقى اربعة وعشرين وزه اربعة وعشرين مستر يبقى الاتنين من ال D انسى غلط افتكر اربعة وثلاثة دول افتكرهم كده بسرعة واحد اتنين ثلاثة اربعة دي مستوى الطاقة هتتعامل معها ازاي؟ هقول لك هنا الواحد هنا اتنين هنا ثلاثة هنا اربعة 4 S معنى هنا S عندها اتنين 3 D 6 يعني المستوى الثالث ال D فيها 6 ودول ممتابلين تماما مش عايزة هتبص عليهم كده المستوى الخارجي ليك لوسط التفاعل هو الفور S ولذلك يفقد اولا الكتروينات الفور S ثم بالتتابع الى 3 D طيب يبقى انا ما اتكلم اقولك دلوقتي ده طلع موجب اتنين يا مستر خلاص يبقى اف ايه موجب اتنين معناها ايه معناها ارجون 18 ما جيتش جنبه وفقط اتنين من ال S و 3 D 6 طب يا مستر افرد كان حديد موجب 3 هتقول لي يبقى اتنين من ال S خرجه ويطلع واحد من ال 6 دول يبقى تركيبه ارجون 18 فور S 0 3 D 5 ونعف هنا بقى حتة سريعة كده بقى ايه اللي حصل ايهما اكثر استقرارا السؤال ده جايلك علل تحول حديد 2 الى حديد 3 ام العكس مين يتحول ل مين هتقول لي استانا S 0 ده كده حالة استقرار لان الاوربتال بيبقى مستقر في 3 حالات فارغ نسبه ومتلئ كامل ال D 6 لا ده مش نسبه امتلاء يبقى انت في الحالة دي عندك حالة واحدة من حالات الاستقرار في حالة مجاب ثلاثة هنا اكثر استقرار العكس تماما يحدث معك مع المنجنيز 25 تتعامل معه ازاي هيبقى ارجون 18 4 S 2 3 D 5 طب حد منجنيز 2 كده هو مستقر ده انت عندك كامل امتلاء ونصف امتلاء منجنيز 2 هنا بقت ايه بقت زيرو و 3 D 5 برضو مستقر منجنيز 3 لا ده انت هتخرج كده المستوى دي من دي خمسة لدي اربعة يعني من اقصر الاستقرار لأقل استقرار وهذا يصعب فهمت اللعبة ازاي يبقى انا ما اجا اقولك دولوقتي تعالي المركب ده بره ولا ضايا هتتعمل معي ازاي هتقولي اروحها لعدد الاكسادة الاول اشوف المركب بتاعي اشوف العنصر اللي انت قلل لجواه كام اوزعه بعد الفقت واشوفي دي بتاعته اخبارها ايه طب تعالى اللي مركب كده جي في امتحانات كتير الجزئية دي بيقول ايه مركب تي اي او تو هل هو بارا ضايا وهكز هنشتغل عليه اول شيء الاوب كان بسلب اتنين في اتنين سلب اربعة يبقى وانتا مغمض هنا تيتانيو موجب اربعة عشان مجموعة الشحنات يبقى بصفر يبقى يا مستر توليت تيتانيو عدد زر اتنين وعشرين توزيع طبيعي ارجون تمنتاشر فور اس تو سري دي تو موجب اربعة معناه فقط اتنين من الاس والاثنين بتوع دي يعني فور اس زيرو وسري دي زيرو يبقى ده تيتانيو موجب اربعة مستر ده ما عندوش ولا الكترون مفرد يبقى لا ينجذب للمغناطيس هذا يكون ضايا مغناطيسية انتفقنا؟ طب كده انت هتقدر تتعامل مع اي مركبة هيجيلك بالمنطقة دي اعرف برا وضعي ازاي طب قصة الالوان ايه؟ الالوان فيها جزئين تخلي بالك منهم ملون وغير ملون ولو ملون اللون بتاعك ايه؟ يعني مثلا نقول لك مركبة حسب تظهر لي باللون لا زرق علل شو بيعنا اللون لا زرق؟ تهم تاني؟ خاصية امتصاص اللون وعكس اللون المتمم تعالى رجالك الحتة دي بسرعة عشان نفهمها مع جزئية البارة والضعي باس يا سيد موضوع الالوان كالتالي تحفظها لي كده جربوا V ايه دي بقى؟ عشان تفهمها في منطقة البساطة هنقول لك مثلا ايدي الكترون موجود في مستوى طاقة هذا المستوى 20 جول فيه اربطال تاني اعلى منه فاضي طاقته 30 جول وفيه اربطال تاني اعلى بس مش معضوع اللي خلينا في الحيبة دي الضوء اللي جايلك من الشمس سبع الوان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تبدأ من الاحمر اللي هو الرد الورنج وبعدين اليلو وبعدين الجرين والبلو والانديجو والفايلوت او البنافسيجي النيلي الازرق الاخدر الاصفر برتقالي احمر وانت عارف كويس قوي ان الدوء له طاقة تتمثل في حاجة اسمها الفوتونات لما بيدخل الدوء الابيض على مسلس منشور سلاسي بيتحلل فلو الدوء جاي لك مثلا بخمسين فوتون طاقة الخمسين دول هيتوزعوا على الالوان بتاعتك وعلى مطاقة الاشاء تحت الحمراء والفوق من نفس الجياء وهكذا يصبح كل لون من دول وله طاقة كويس طيب احفظها كويس مجموعة السبع الوان يعطي دوء ابيض طب انا لو سحبت لون منهم هل السبع هيتدوله ابيض استحالة هيبقى فيه هنا خلل طب هيتم ازاي كل لون من دول وله هو طاقة هنقول مثلا طاقة الدوء لاحمر عشر وده خمستاشر ده سبعتاشر ده تلاتين ده كده طاقة الدوء بتزيد لان اعلى طاقة هو البنفسجي تمام طب دلوقتي لما ضوء بطاقة بالمنظر ده نازل على اربطالات فيها الكترونات هيعمل ايه ده طاقة هيصير الالكترون من المستوى اللي هو فيه للمستوى الاعلى بس بش عرض يكون ياخد الفرق من المستويين وده اللي خدته في سنة تانية طب هنا الفرق كام يا مستر ده الفرق عشر مين في دول يقدر يوفر العشر اللي هينتقل بهم الالكترون هتقول للول الاحمر ليه طاقته عشر يبقى يا مستر اما هيسقط الدوء الدول الاحمر وطاقته الالكترون هيمتصهم فينتقل للمستوى الاعلى شكرا خرج الدول الاحمر من الوان الطفل السبعة اتفضل لك ستة يديك لون تاني خالص غير الابيض يسمى باسم اللون المتمم يبقى انت معاك اللون اساسي تم يسحبه والستة تدوك لون متمم طب يا طرى الستة لما اتحدوا مع بعض اداني لون ايه اتسحب احمر الستة يديك ايه دي اللي بحفظها لك هنا بقى تحفظها لي بالانجليزي سهلة جرين يعني ايه جرين هتقول لي اغدر يبقى ده اغدر ريد احمر لو تم امتصاص طاقة اللون الاحمر او الدول الاحمر مجموعة الستة يديك الاخدر والعكس بالعكس اقول لك تعالي لي بقى تظهر مركبات الكروم باللون الاخدر ليه هتقول لي لانها تنتص طاقة الدول الاحمر وتعكس اللون المتمم وهو اللون الاخدر يبقى انت بيتعكس لعنيك اللون المتمم طب ودي ده اورنج يعني برتقالي يبقى ده برتقالي والبي اختصار لبلو اللي هو الازرق لو مركبات ظهرت برتقالي يبقى امتصت الضوء هتقول لي الدوق الازرق هتقول لك مركبات انحاس تظهر باللون الازرق تقول لي لانها امتصت الضوء البرتقالي وتم اصارة الالكترونية هم طريق الدق ده البنفسجي لو تم امتصاصه مجموع الستة يديك هتقول لي أصفر والعكس بالعكس فهمتني؟ طب مش بلاحظ حاجة انت عندك الالكترون مفرد هنا هو لتم اصارته طب لو كانت كل الالكترونيات مزدوجة هيبقى في مكان تنتاقل فيه الفوق هتقول لي لا يبقى لو كان عندك الالكترونيات مزدوجة الدق مش هيأثر فيها ومش هيتم امتصاص طاقة منها لانها اقصر حالات الاستقرار فبالتالي ستظهر المادة باللون الابيض او بنقول عليها غير ملونة فهمت اللعبة؟ بالشكل ده انت رجعت كده على خاصية عدد الاكسادة ورجعت على جزء الالوان تعالي نشوف المركب اللي في السؤال اصلا المركب اللي في السؤال بيقول ايه؟ زد ان سي ال تو فاتقول لي زد ان سي ال تو من غير ما بص بقى في الاختيارات بتاعتي هشتغل زنك اه هحسب له عدد الاكسادة يا مستر افصل السي ال في السوابت اللي دي تهلنا بسالب واحد في اتنين بسالب اتنين طب الزد ان هيطلع بمجاب اتنين واضح؟ فبالتالي لما يبقى عندي مركب لازم احسب له عدد اكسادة طب خلاص انا وصلت الزنك بمجاب اتنين اروح رايحة الزنك كان اخر واحد بتلاتين كان بينتهي توزيعه ارجون تمنتاشر فور اس تو سري دي تن زنك موجاب اتنين ده انت اللي انت طلعته اخبره ايه؟ اتقول لي لا استان ده الموجاب اتنين يعني فقط اتمن هنا يعني فور اس زيرو و سري دي تن زي ما هو ارسم ادي دي خمس قرب تلات عشرة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سبعة تمانية تسعة عشرة ده ما فيش ولا الكترون مفرد هيتجذب مع المعناطيس يبقى ضايا ما فيش ولا الكترون سيتم اصارته يبقى غير ملون تهمت اللعبة ماشية ازاي ده كان الجزء بتاع الالوان وعدد الاكسادة وتربطه بالعناصر الانتقالية طيب في حتة في موضوع المستوى دي بالمرة ان جروب 1B عندك وجروب 2B تعتبر 1B عناصر انتقالية وتو بي لا تعتبر عناصر انتقالية ليه؟ تعالوا نفهم بص جروب 1B الشكل اللي قدام عينينا ده وجروب 2B اهي 1B فيها النحاس تسعة وعشرين الفضة سبعة واربعين والدهب تسعة وسبعين وتسمى باسم في الزات العملة ليه؟ تصدق بصناعة العملة هنا عندك الزينك 30 وعندك الـ CD كاتبيوم 48 وعندك الزئبق 80 دي مجموعة 2B دي المجموعة 1B كويس؟ ويجي اقول لك في الزات العملة ملح انتقالية طب وطو بي غير انتقالية ليه؟ لم تلاقي المستوى دي بالالكترونات دي عشرة؟ في حالة العادية ويه؟ اي حالة من حالات الاكساد طب دي انتقالية ليه؟ هتقول لي عشان الدي بتاعتها مش كاملة دي تسعة في حالة اكسادة موجب اتنين ونقف هنا شوي وصلت موضوع انتقالي وغير انتقالي بسرعة في الزات انتقالية كأسم بتنتقل من من ايه؟ من حالة تأكسد لاخرى واضح؟ والاضافة يدي بتاعتها ما تبقاش كاملة طيب انا عندي الحديد بيانتقل من حالة تأكسد موجب اتنين لموجب تلاتة المنجنيز من موجب اتنين لموجب سبعة ده معنى كلمة انتقالية بتنتقل من حالة اخرى تفانى؟ مش ثابتة على حاجة واحدة اوكي؟ وفي جميع الحالة اللي بتنتقل فيها وجد ان الدي بتاعتك مش كاملة ما عشان تنتقل لازم تفقد لك من الدي الاس دايما بيتفقد اتنين اتنتقل اه تفقد دي من الدي طب الدي بالمنظر ده عمرها ما هتبقى كاملة فتحط لك الشرط ده ان الدي بتاعتك ما تبقاش كاملة عشان يتقل عليه انتقال بيانتني طب واحد دلوقتي قال لك المجروب تو بي دوت او المجموعة تو بي مالها يعني مش انتقال اي ليه مش انتقال اي يبقى كدنا تنتقلش من حالة اكسادة الاخرى ولو حتى انتقل تامستر الدي بتاعتها مش هتبقى كاملة وده اللي حصل معنا هنا ازاي؟ الزنك تلاتين لما توزعوا سري دي تن هتعرف كويس قوي ان ده الدي بتاعتك مش كاملة ده الزنك ده العنصر نفسه طب انت لسه حاسب من شوية كان بموجب اتنين في الزن سيل تو كان فور اس زيرو سري دي تن برضو دي مش كاملة طب هل في زنك موجب تلاتة في الطبيعة؟ لا وبالتالي لقوا حالة تأكسد وحيدة وهي موجب اتنين طب تعالي الوان بي وان بي لو وزعت النحاس فور اس وان سري دي تن كده في الحالة العادية بنسميها الحالة الزرية مالو مش كاملة يعني لأ سري كاملة وغير انتقاليا في الحالة العادية بس في في النحاس مركب اس موجود في الطبيعة وثابت احسب عدد اجسدة النحاس نحسبها هنا سليب اتنين يطلع نحاس بموجب اتنين نحاس بموجب اتنين يعني فقط اتنين واحد بين هنا واحد بين هنا فبالتالي يصبح التركيب 4S0 3D9 في حال تأكسد موجب اتنين الدي ما بقتش كابلة وانتقل من حال تأكسد موجب واحد الى موجب اتنين ما يصار المجموعة دي في لذات العملة انتقالية والمجموعة الوحيدة اللي عدد اجسادتها بيعدي رقم المجموعة خلاص ده كان ريفيزن سريع كده على الوان عناصر انتقالية وهكذا انا نريد ان اخصص لك الحالة بتاعتك على الباب الاول وين ادارنا ان نوصل للباب التالي بخير وبركة في جزئية بتاعت الامتحانات طيب شوف السؤال اللي وراه بيقول ايه اكتب المفهوم العين العنصر الذي تكون فيه اربتالات اف او دي مشغولة ولكنها غير ممتلئة في الحالة الزرية او اي حالة من حالات التأكسد تعالي هنا بقى شوية هنا تأسيمة الجدول الدوري اللي هي اول صفحة في الكتاب عندي عناصر الفئة عناصر الفئة بيه تسمى بالعناصر المثالية عناصر الفئة دي والفئة اف الاتنين على بعض ما لهم اسمها انتقالية وقف اش معنى لان احنا في تصحيح فجئنا ناس كتير كان بكلام تاني خالص ازاي الدي لوحدها اسمها انتقالية رئيسية الاف لوحدها اسمها انتقالية داخلية قالك الدي او الاف اسمها انتقالية فقط في المتني طب تعالي الرجل حتة دي بسرعة كده عشان من المتوقع ان تبصت ليه جايب لك حتة كده عناصر الانتالي فيها السري دي اسمها ايه طب الفور دي اسمها ايه وهكزب بسرعة كده شكل الجدول كان عامل كده عناصر الفئة S عناصر الفئة D هنا ال B تحت ال F طيب مبدعيا ال S وال B الاتمين دولة على بعض ما لهم عناصر مسالية ودي مش موضوع درستنا خالص ال D وال F على بعض تسمى باسم انتقالية وتقف اللي كان بيكتب في الامتحان انتقالية رئيسية كان من أصل ودركة انتقالية داخلية كان من أصل ودركة إجابتك الوحيدة انتقالية فقط طيب تعال لد D فقط تسمى انتقالية رئيسية قسمها سلاسل سلسلة أولى تبدأ من الدورة الرابعة وينتهي التوزيع الإلكتروني في 3D اللي هي سكوتي فكري اللي اديتها لك من شوية ودي تسمى سلسلة انتقالية رئيسية أولى فرست يبقى دي اسمها سلسلة أولى لو قالك انتها في 3D تقول سلسلة انتقالية رئيسية أولى طب في الفور دي هتقول للتانية طب في 5D التالتة طب في 6D هتقول للربعة يبقى انت عندك 4 سلسلة انتقالية تبدأ 4, 5, 6 من أول الدورة الرابعة لغاية السبعة وتعمل حسابك الجروب 2B ليست عناصر انتقالية خلاص طيب خش على السؤال رقم B في نفس السؤال بيتكلم على السباك بيقول سبيكة تنتج من إدخال زرات في لز بين زرات في لز آخر كلاهما مختلف في الحجم الزري طيب تعالى لي كده بقى بسرعة موضوع السباك وموضوع استخدامات العناصر انتقالية في السباك ليه أساس هيجيلك واحدة طيب رقم واحد سبيكة صهر معدنين مع بعض واحد بنسبة أعلى من الثاني سبيكة المعدن الأكبر في النسبة يسمى المعدن الرئيسي في السبيكة المعدن الآخر يسمى المعدن المضاف خواص السبيكة تختلف تماما عن خواص العناصر لوحدها في درجات الانسهار وفي التآكل وحاجات كتير جدا كل من هما بيحسن خواص الآخر داخل السبيكة طب أنواع السباك إيه أنت بتضيفهم على بعض وهم في صورة سايلة خلي بال طب وأنت بتضيفهم الأحجام الزرية هنا بتلعب معك دور لو لتنين نفس الحجم الزري إيه اللي بيحصل بتفهم كويس قوي إن فيه طبقة هتبدل مكان طبقة يعني طبقة حديث مع طبقة نيكل طبقة حديث طبقة نيكل ده كده بسبق استبدالية بنبدل طبقة مكان طبقة إذا كان لهم نفس الحجم طب لو في واحدة فيهم أصغر من التانية يعني إيه يعني زي السبيكة دي كده جبت لك الحديد حجم زراته أهو بالشكل ده وجيت في المسافات البينية هنا حطيت لك كربون إيبه ده كربون ده حديد ده انت كده مش بتصوين حجمي بقى ده انت كده حطيت في المسافات البينية زرات لفلز أصغر حجم فتسمى باسم السبيكة إيه هتقول لي بينية ليه بين المسافات البينية بين الزرات الأكبر حجم ودي سبيكة الحديد مع الكربون أو نسميها الكربون ستيل حديد كربون أو الصلب الكربوني النوع التالت من السبايك اسمه البين فلزي وده حكاية بص السبيكة مخلوط معنى مخلوط يعني ما فيش تفاعل كيميائي تبتحط الاتنين على بعض بنسب يديك مادة المادة دي خوصها ما بين الاتنين تحت من خوص الاتنين زي مثلا ما تحط النكل في أي سبيكة دي المظهر اللامع الكربون في أي سبيكة بيضي خاصية البزابة أو المسامة الخمول واضح؟ طب هنا البينفلزي السبيكة الوحيدة اللي بيحدث فيها تفاعلات كيميائية يحدث تفاعل كيميائي يبدأ يسمى السبيكة البينفلزي وبينتج لك مركب ماله لا تنطبق عليك قوانين التكافق زي سبيكة السمنطايت دي أنواع السبايت ترجعها كويس وتركز في الحتة بتاعت كل واحدة بمثال عليها والمقارنات اللي ما بينهم خلاص؟ شوف السؤال اللي وراه بيقول إيه؟ دي معادلات وإيه المعادلات اتفقت معك إنها بكرة إن شاء الله هجيبها لك كلها في مخطط كده في الجزء بتاع الحديد وتفاعلاته طيب تتميز عناصر السلسلة الانتقالية الأولى بتعدد حالات تأكسدها باستثناء عنصرية لسه كنا بنتكلم في الجزئية دي أولا كله عنده مجاب 2 معادل سكانديوم عنده مجاب 3 الخرصين عنده مجاب 2 فقط يبقى أنت ما تفكر تختار هنا وترجع درس عدد الأكسدة هيبقى للعنصرين الواحدين اللي عندهم حالة تأكسد واحدة فقط عندك الخرصين وعندك سكانة حسب كتاب المدرسة تعالى نشوف ده اذكر استخداما واحدا لمين وكاتب لك التي تانية طيب بسرعة هعمل لك مراجعة على استخدامات العناصر الانتقالية نبدأ بالسكانديوم وانا ممكن هجيب عنصر لواحده كده هو جيب لك في التحلق أولاني التيتانيوم توقع السكانديوم توقع الفناديوم المشكلة جيب لك أي عنصر منهم يقول لك اسكر الاستخدام درقتين في جيبك اللي فيه هي الأهم التيتانيوم رقم واحد لازم تعرفه خامل غير نشط وده سبب انه يستخدم في المفاصل الصناعية داخل الجسم المفصل بالتأكل عند بعض الناس المفصل من العض منه حطله مفصل تيتانيوم المفصل التيتانيوم خفيف جدا وصلب جدا واضح يبقى رقم واحد لا يرفضه الجسم لانه يخش جوا الجسم هيبقى الأوردة والشرينين قدام رايحة جاية عليه لو حطته من الحديد هيصدي ويعملك تسمم من داخل الجسم الأسنان الصناعية يبقى زرعة الأسنان ده التيتانيوم كافليز طبعا بيخش مع الألمانيوم في سبيكة شهيرة جدا اللي هي مكوك الفضاء ويه بنسميه أو بنسميه كده الطائرات المقاتلة كمان اللي هي سرعتها بتعدي كمان سرعة تصد كتير ده بالنسبة للتيتانيوم كافليز مركبات التيتانيوم عندك ساني أكسيدي تيتانيوم ماله بيستعمل فيه الصنبلوك اللي هي ضد الأشعة الفوق المنفسجية على البحر وعلى الأماكن دا الأشعة الفوق المنفسجية تضربة ممكن تسبب سرطان للجلد فالناس بتحط الصنبلوك أو اللي منسميه الواق ضد الشمس بيعمل على عكس الأشعة الفوق المنفسجية ما توصلش للجلد وما تنشطش الخلايا السرطانية اللي ممكن تبقى موجودة خاصة بيبقى فيه بعض ناس عندها حسنات على الجلد المنطقة بتاع الحسنة هي أكبر منطقة معرضة للأشعة الفوق المنفسجية إنها تتنشط وتتحول لخلايا سرطانية كالي بالك طب الصنبلوك دا بيعمل ايه؟ بيعمل على العكس الأشعة الفوق المنفسجية الضرة احنا بنسميها البعيدة إن الأشعة الفوق المنفسجية في منها القريب في منها المتوسط في منها البعيد الضر بالنسبة لك هو البعيد الأهم من دا كل لكبان إن بتعمل بطريقة النانو النانو معناه إن أنت أقل حجبة عندك وأقل سلماني هتبقى موجودة طيب هناخد فاصل ونرجع لكو مرة تانية إن شاء الله طبعا إحنا كده موضوع السبايك بالنسبة لك لن خلص وخلمنا عن موضوع العناصر خدنا لغاية التيتانيوم زي ما جلنا السؤال بسرعة بعد التيتانيوم عندك الفاناديوم الفاناديوم من نسبة لك هنقول فيه إن هو عدد الزالي 23 الفاناديوم مهلو بيخش بسبيكة مع الحديد بنسميها فرو فاناديوم أو الحديد وفاناديوم الحديد مع الفاناديوم بيعمل عندك حاجة سبيكة كده بنقولها لها إيه أقوى من الحديد نفسه وفي نفس الوقت مرنة وبتقاوم التأكل فمتعامل منها السوستة بتاع العربية زنبورك السيار إنت لو بسيت على المساعد ولا تلاقي فيه سوستة كده حواليه العربية بتاخد المطاب بتطلع وتنزل لما بتطلع وتنزل بيحصل إيه بتعرف إن كده في مرونة لو هي مصنوعة من الحديد بس كان صدت وقصرت كويس ده الفاناديوم خامس أكسيد الفاناديوم كامل حفاظه تلوين الأصباح والسرابيك وهكذا بعد الفاناديوم نيجي للقروم بقى القروم جدك في الامتحان بتاع الدول الأول وكان بيقولك يقوم الكروم فعل عمي الجوية رغم له النشط قول ما عنده خاصية الخمول الكيميائي يتفاعل يكون لك طبقة تحمي الطبقات الداخلية اللي تحت يمنع الأكسوجين والمية إنها هتوصل للطبقات الداخلية فهمت القصة إيه فبالتالي هتفاجأ إنها جاولك استخدامات الكروم هتقولك عامل حفاظ ها ده بيستعمل كعمل مؤكسد كمان مراكبات الكروم CK2 CR2 O7 ده لون برتقالي ده عامل مؤكسد فيه CRCL3 وفيه CR2 O3 المراكبات ده يا جماعة لونها أقدر فبتستخدم في الأصباغ ده بالنسبة للكروم بيخش معك في سبيكة الكروم بتستعمل في الملفات التسخين بيخش معك كمان مع الكروم سبيكة اسمها ستان لس ستيل الحلة في البيت عندك اللي اسمها حلة لستال ستيل الحلة دي أبارها عن إيه الجسم الحلة من الحديد فهم اديها صلابة طيب الطبقة الداخلية بتاعتك كروم مش معنى عشان ما عنده خاصية الخمول ما يتفعلش مع الأكل والشايني أبيرانس اللي بره اللي بنسميه كده المظهر اللامع بتاع الحلة ده من النيكل ده بنسبة للكروم هنروف عند كروم بنسبة للاستخدامات إن شاء الله أكمل لك بقية العناصر في الحلقة بتاعت بكرة شوف السؤال اللي بعد كده بيقول شو زوز التركيب الإلكتروني للنحاس عن المتوقع واعتقد إن إحنا لسه أيلينه حالا وإحنا بنحل بسبب انتقال إلكترون من مستوى 4S 2 إلى مستوى 3D9 ليصبح 3D10 وكامل امتلاء أكثر استقرار تمام وجوابنا يقاب من كروم فعل عامل الجوايرة بنشاطه الكيميائي شوف السؤال اللي وراء بيقول